سنعود بعد قليل هذا ما كانت تظنه الحجة فاطوم علي حين فرت تاركة خلفها منزلا وحياة لكن الحرب التي لا تزال رحاها دائرة في البلاد أجبرتها على النزوح من محافظة الحديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن لينتهي بها المطاف هي وعائلتها هنا في مركز تنمية المرأة النازحة الواقع في مدينة الشعب ما عندي بيت ملكي لي أستأجر من مكان لمكان متنقلة ما فيس إلي حتى لو أحد ربي صخلي في قلبه أعطاني حتى غرفة والحماء نعمة من أرحم الراحمين وبالنسبة لنا يعني أشتح أكل آكل أنا وعيالي زي يعني مثلا ما حصل أكل آكله أجل معطالة من عطيني توسلمين يديني آكل طرج على لدي أكل آكل يعني ليس الحقي أقول له أعطيني على الرغم مما يقدمه مركز تنمية المرأة للنازحات إلا أن المركز يفتقر للعديد من الخدمات ويعاني من نقص كبير في الإمكانيات بالإضافة إلى حاجته للحصول على الدعم الكافي ليتمكن من النهوض بدوره في انتشال المرأة النازحة من واقعها المعيشي الصعب من خلال تأهيلها ومواجهة ظروف الحياة طبعا نحن نقص نحن عدة أشياء داخل المركز منها أقمشة المواد يعني مبالغ تشغيلية لو في عطاب أو أي شيء وكمان صقف المركز يحتاج إلى الغطاء ومعا نحن كمان صف محوى الأمية لا يولدينا أي مؤهلات زي الكراسي أو السبورة أو أي حد طبعا الدورات هي أساسا أنا قوم بها وأساسا مديرة المركز طبعا تواجهني عدة معوقات لأنه ما أحد استقابلي بإعطائي دعم عشان أعمل الدورات فترى توقف الدورات لأنه ما شمعي أي مبالغ مالية تقيني من أي مكان عشان نشتري المواد أجبرت حرب الميليشيا الإنقلابية الكثير من اليمنيين على النزوح والفرار إلى مناطق آمنة تاركين خلفهم حياة بأكملها لكنهم لا يزالون ينتظرون من المجتمع والجهة الحكومية والمنظمات الإغاثية تقبلهم ومساعدتهم وتقديم الدعم الكافي للحد من المعاناة التي يمرون بها